أحد الزملاء في شركات التأمين قبل فترة أعلن للصحافة أنه بخوف الناس من انهيار قطاع التأمين طبعا هذا الكلام خطير جدا لأنه قطاع التأمين ينهار الاقتصاد قطاع التأمين في كل العالم هو أهم نشاط اقتصادي حتى أهم البنوك نفسها وبجزء أنه في أكثر من لقاء أنا كنت أحكي أنه يعني البنوك لا تستطيع أن تعمل بدون قطاع التأمين ولكن شركات تأمين تستطيع أن تعمل بدون بنوك فمثلا كل نشاطات البنوك تقوم على الإقراض صح والودائع والإقراض للأشخاص أو للمؤسسات لتكوين مصانع أو امتلاك ممتلكات شخصية أو حتى إنشاء مشاريع بحاجة لتأمين وبالتالي قطاع التأمين هو أهم نشاط اقتصادي ويجب من يتطرق للحديث عن قطاع التأمين دائما أن يتحلى بكل المعرفة والمسؤولية حتى لا يخوف الناس من هذا القطاع قطاع التأمين بفلسطين بالعكس إحنا كأصحاب أو عاملين في شركات تأمين ككل رجال الأعمال بنحب نحقق أرباح وبنحب نحقق أرباح أكثر دائما يعني عنا رأس المال بحب فلوس أكثر وأكثر وأكثر بس هل يعني إحنا اللي بنحققه لا يكفي أو هل اللي اللي بنحققه بدفع لانهيار قطاع التأمين أبدا إحنا بس حتى يكون الكلام منطقي وعلمي وموضوعي خلينا نطلع على الأرقام يعني لو إجينا إحنا قدنا آخر خمس سنوات لنشاط قطاع التأمين وأنا بحكي عن صناعة التأمين بفلسطين ونشوف هذه القطاعات ومقارنتها مع قطاعات أخرى مثلا على سبيل المثال إحنا إنتاج شركات التأمين يعني المبيعات اللي عملتها شركات التأمين تطورت من 279 مليون ل 396 مليون خلال خمس سنوات يعني في عنا زيادة 42% ماشي زيادة 42% خلال خمس سنوات مع العلم أنه من ضمنهم سنتين كورونا كورونا يعني سنتين هذولا لازم يسحبوا من التاريخ لأنه تراجعت النشاطات على كل الأصعدة وفي كل أركان الأرض ومن ضمنها فلسطين ومع ذلك إحنا في عنا خلال خمس سنوات 42% زيادة في المبيعات استثماراتنا كقطاع تأمين ارتفعت من 249 مليون ل 290 مليون يعني في عنا زيادة في الاستثمارات بلغت 16.5% في خلال السنوات الخمسة السابقة مجموعة حقوق الملكية لشركات التأمين ارتفعت من 186 مليون ل 252 مليون يعني زادت حقوق المساهمين 35.5% خلال الخمس سنوات رأس المال المدفوع اتطور من 90 مليون ل 94 مليون في الخمس سنوات وهنا في نقطة يجب الحديث عنها حتى التعويضات اللي دفعت للناس زادت في الخمس سنين من 166 مليون دولار سنويا ل 254 مليون دولار سنويا هذه المؤشرات كليتها اللي بتقول انه شركات التأمين زادت اصولها اللي وصلت ل 770 مليون يعني 3-4 مليون دولار وزادت استثماراتها وزادت مبيعاتها وزادت ارباحها شركات التأمين حققت او وزعت ارباح في السنوات الخمسة صاف الارباح ارتفعت من 7 مليون ل 22 مليون الارباح يعني العام الماضي ب22 كان في عنا 22 مليون طيب ماذا تعني 22 مليون 22 مليون بتعني انه العائد على رأس المال لقطاع التأمين هو اعلى اعلى من كل القطاعات الاخرى مثلا البنوك العائد على رأس المال وزعوا البنوك العام الماضي يعني وزعوا اه عندهم ارباح سنوية 133 مليون العام الماضي يعني تقريبا 17.5% من رأس المال ماشي عندك مثلا قطاع الخدمات عندهم ربح 99 مليون وعندهم رأس المال 530 مليون يعني وزعوا يعني عندهم ارباحهم العائد على رأس المال 18% شركات التأمين من 94 مليون وزعوا ربحة 20 مليون يعني عندنا العائد على رأس المال بشركات التأمين تقريبا 22% السؤال انه طب احنا في ظل هذا الوضع الفلسطيني الاستثنائي في ظل اقتصاد تحت الاحتلال في ظل مقاومة كل قطاع الشعب الفلسطيني لكي يستمر ويعيش في ظل الهجمة علينا من كل العالم في ظل الصعوبات والحظر ومنع المساعدات من كل الدول العربية والاوروبية احنا المطلوب مننا انه نشجع مستثمريننا الداخليين ونقوى عزيمتهم ولا نخوفهم احنا بالعكس الاقتصاد يسير بخطة معقولة في ظل هذا الوضع قطاع التأمين قطاع ماكن ومتين ويحقق ارباح قد احنا زينا زي اي رجل استثمار في العالم بحب ارباح اكثر بحب ارباح اكثر بس احنا لما بنحقق 20% او 22% عائد على رأس المال هذه تعتبر ارباح عالي جدا هلا الموضوع ليش يقال انه مشو انهيار يعني قطاع التأمين مشو انهيار انه في بعض الاخوة باعتقدوا في قطاع التأمين او حتى في اي قطاع اقتصادي اخر انه التنافس او المنافس بين الناس لا يجب ان تمنع الاستثمار يعني مثلا اذا عنا احنا في عنا 20 مستشفى بالبلد ما بصير انا امنع المستشفى رقم 21 لانه كل واحد بيجي مشغل جديد في السوق هو له ميزة خاصة وعنده رأس مال وبده يشغل الناس اشتركوا في القناة